موسيقى نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية بسم الله الرحمن الرحيم ترأس قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس ترأس اجتماعا ضم قادة ألوية المنطقة العسكرية الأولى ورؤساء الشعب للمنطقة وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجهها وحدات المنطقة والوحدات الأمنية ومناقشة الخطة الأمنية خلال شهر رمضان ووضع آلية لسمرار دعم الجبهة في مستهل الاجتماع نقل اللواء الركن صالح طيمس تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وخلال الاجتماع حث القادة العسكريين على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة أي مخاطر تحلق بمناطق انتشار وحداتهم ومدن الوادي والصحراء وأهلها ومقدراتها الوطنية ومواصلة الجهود ورفع المعنوية والجاهزية القتالية لدى الأفراد لاستكمال مشروع التصدي للقوى المارقة وتحرير والسعادة الوطن نفذ فريق التوجيه المعنوي بقوات خفر السواحل بحضر موت نزولا إلى البواخر الراسية في مخطاف ميناء المكلة لتوعيتهم بمخاطر تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا حيث قام فريق التوجيه بتوزيع ملسقات توعوية على تواقم البواخر لتوعيتهم بطرق لازمة في كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وأحثهم على لبس الكمامة والبقاء في السفينة والتواصل مع عمليات خفر السواحل في حال ظهور أعراض كورونا على أي شخص من تاقم السفينة وأشار قائد قوات خفر السواحل بحضر موت رائد ركن بحري ماجد أبو بكر العوبة الثاني إلى أن انطلاق هذه الحملة التوعوية التي تستهدف البواخر ستعمل على رفع وعي التواقم البحرية والحد من تفشي الفيروس بين العاملين في المنافذ البحرية أكد مدير عام مديرية خور مكسر بمحافظة عدن عواس الزهري ضرورة رفع الجهزية القصوى لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا وعدم التهاون بالالتزام بطرق الوقاية منه بما في ذلك التعامل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله والتقيد بتعليمات السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للمكاتب التنفيذية بمديرية خور مكسر بحضور الأمين العام للمجلس المحلي منير حسن ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمديرية مشددا على سمرار تفعيل لجنة الطوارئ في كافة المكاتب وتكثيف عمليات الرشي الضبابي الوقائي وحملات النظافة وفي سياق منفصل اطلع مدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري بمعية المهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال بالمحافظة على سير العمل في رفع الصبيات الخرسانية في خط المطر وفسح الطريق أمام مرور المركبات وخلال النزول حثى الزهري القائمين على عملية الإزاحة إلى ضرورة إنجاز المهمة في أقرب وقت لما يمثله هذا الطريق من أهمية كبرى لتسهيل عملية مرور السيارات وإنهاء معاناة ازدحام السيارات بعد إغلاقه منذ ست سنوات من جانبه أشار مدير عام الأشغال العام في المحافظة المهندس الصراري إلى أن العمل على إزاحة الصبيات الخرسانية من الطريق المحاذي لمطار عدن الدولي يسير بشكل منتظم وأن هذه الخطوة جاءت بعد جهود لفترات طويلة مبشرا سكان المحافظة بقرب الانتهاء من العمل ناقش مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداؤودي خطة عمل مكتبي الضرائب والواجبات الزكوية خلال شهر رمضان الكريم وفي الاجتماع استمع الداؤودي من مديري مكتبي الضرائب والواجبات بالمديرية ناصر السعدي ووديع الشعبي إلى الإجراءات التي ستنفذ من قبل المكتبين خلال الشهر الفضيل في تحصيل الإرادات المالية بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق عملهم كما ناقش الاجتماع مستوى الإرادات الزكوية والضربية والضوابط الكفيلة لتحصين وتنمية الموارد وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات نمو للإرادات المالية للاستفادة منها في التنمية المحلية بالمديرية وخلال الاجتماع أكد الداؤودي على أهمية مضاعفة الجهود ومتابعة تحصيل وتوريد الإرادات الزكوية والضربية لضمان تحقيق الاستفادة المثلة في تنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بسلطة المحلية نفذ صندوق الاجتماع لتنمية فرع تعز دورات تدريبية لكوادر النظام القضائي والشركاء من منظمات المجتمع المدنية حول العدالة للجزائية والتصالحية للأطفال في إطار تعزيز مبادئ حقوق الطفل وقد أشار مدرب الدورة القاضي سليمان الصلوي إلى أن المشاركين تعرفوا على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل والتشريعات الوطنية لافتا إلى أنهم تعرفوا على ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمبادئ الدولية ومنهج الارتقاء والتطوير منوها إلى أن الدورة ركزت على حقيقة أعمال الضبط القضائي في محافظة تعز التحديات والاحتياجات وأوجه المساعدة لتحقيق الأمن القضائي للأطفال مثل معرض الشهر الكريم والخيمة الرمضانية بمدينة المكلة نافذة مهمة لحركة النشاط التجاري والاقتصادي وملاذا آمنا لكثير من سيدات الأعمال أو ما تعرف بالأسر المنتجة حيث خصصت المؤسسة الاقتصادية اليمنية مساحات مجانية لإقامة معارض صناعات التقليلية التي تزخر بها المرأة في محافظة حضر موت الزميل والضاح الشليلي زار جناح عدد من الأسر المنتجة في الخيمة الرمضانية ووفانا بالتقرير التالي على هامش فعاليات معرض الشهر الكريم والخيمة الرمضانية التي أقامتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمدينة المكلة وحالة الإقبال الذي شهدته الخيمة التي جاءت استجابة لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظة حضر موت لمبادرة دعم السلع الغذائية والتموينية مع قدوم شهر رمضان المبارك تلبية هذا النداء كان حاضرا من خلال تبني المؤسسة الاقتصادية في إقامة معرض خيمة رمضان حمل عنوان الوفاء لحضر موت بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضر موت المشاركة في الخيمة الرمضانية أكثر من 22 شركة من الشركات القطاع التجاري في المواد الغذائية بالإضافة إلى حوالي 25 من سيدات الأعمال حرصنا أنه في هذا المعارض تدخل السيدات الأعمال والبيوت المنتجة والأسر المنتجة وفق التوجيهات اللي عندنا مع التجار الغرفة التجارية أنه سوف يكون البيع بأسعار زهيدة ومخفضة وسوف تقدم جميع الشركات عروب ومسابقات للتشجيع المواطن أنه فعلا يحس أنه المعرض والخيمة الرمضانية فيها فرق في الأسعار دعم الأسر المنتجة أو ما يطلق عليهم بسيدات الأعمال كانت محل اهتمام القائمين على هذا المعرض حرصت فيها المؤسسة الاقتصادية تحديد مساحات ومربعات مجانية خاصة لإيقامة معارض الأسر المنتجة في إطار برنامج الدعم المقدم للمرأة في حضر موت شكر الخاص للمؤسسة الاقتصادية متمثلة بالعميد السامي السعيدي بصراحة شكرا لجهوده وتعاونه معنا ودعمه للمرأة حيث أنه خاصة لنا مربع خاص يحتوي على الأشغال اليدوية والمنتوجات النسائية أنا مشاركة هنا في الخيمة الرمضانية عن طريقة المؤسسة الاقتصادية قسم سيدات الأعمال أشكر المؤسسة الاقتصادية أنها تحت لنا الركن المجاني بحيث أننا نعرض في منتجاتنا وفي الخيمة الرمضانية نحن مشغل الأنابل الخمسة لصناعات الحقائب الجلدية وتيحت لنا الفرصة في هذه الخيمة الرمضانية نشكر المؤسسة الاقتصادية على دعمها لنا وتحت الفرصة هذه لنا بالنسبة لنا كانت فرصة عرض منتجاتنا كمشاريع من المشاريع الصغيرة المبتدئة وكان إقبال الناس جدا ممتاز بالنسبة لمنتجاتنا وباقي المنتجات تحت الخيمة هذه كل ما يستحق بما يبحث عنه المستهلف تحت سقب واحد نعلم في معمل الفخامة للمكسرات والبهارات والحلويات رأينا في هذه الملتقى فرصة لعرض المنتجات للجمهور فنحن يهمنا الترويج أكثر من يهمنا التسويق يهمنا الترويج أكثر من يهمنا التسويق انطباعات المواطنين حول هذا المشروع الذي أسهم بشكل كبير إلى إنعاش حركة المواطنين في محافظة حضرموت الذين يسعدون لاستقبال الشهر الكريم وكلهم أمل أن تتواصل مثل هذه المبادرات تحت غطاء مؤسسات الدولة لضمان نجاحها هذه اللي فتني في الخامة الرمضانية أنه الأسعار جدا مناسبة خصوصا للركن المؤسسة الاقتصادية أنه يعني فارق جدا بين الركن والسوق النظام ولله الحمد في وضع كورونا هناك جدية في مسألة التباعد وجدية في مسألة الكمامات فلا أحد يدخل ولم نستطع الدخول إلا بعملية كمامات حتى إذا أخرجت الكمامة فالشباب النظام هنا يقولون لك ارجعها أو يخرجون منذ افتتاحها مثلت خيمة رمضان ملاذا آمنا لأبناء هذه المحافظة من خلال تفاعلهم مع هذا المعرض الذي يحوي كافة السلع والمستلزمات للسهلاكية الرمضانية وبأقل الأسعار وهي رسالة وفاء تقدمها المؤسسة الاقتصادية لأبناء محافظة حضرموت بشكل خاص والمحافظة المحررة بشكل عام وتؤكد حضور الدولة ما إن تتوفر أسباب استقرارها من خلال مؤسساتها الوطنية لقناة عدن الفضائية وضع شليلي محافظة حضرموت تفقد مدير عام مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج بديع محمد أحمد القطيبي على سير أعمال مشروع شق وسفلتة طريق حبيل جبردنة البالغ طوله 24 كم بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ شركة بلال عيد للمقاولات العامة وفي الزيارة أشار القطيبي بمسوى سير الأعمال بوتيرة عالية من قبل الجهة المنفذة بحسب المواصفات المطلوبة مؤشيدا بمسوى الدور الإيجابي الذي يلعبه الأهالي في مساندة كل تلك المجأ الجهود مؤكدا بأن قيادة سلطة المحلية ستبذل كل الجهود الحثيثة في تقديم أشكال التعاون من أجله إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لتحقيق طموح الأهالي في المناطق المستفيدة وإنهاء المعاناة التي لازمتهم طويلا في إطار الزيارات التشجيعية للمؤسسات النوعية التي تقدم خدماتها للمعاقين من ذوي الإحتياجات الخاصة وجرح الحرب زار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج حسين عبد الحافظ الوردي مؤسسة موبيلت يمن للأطراف الصناعية بمديرية دار ساعد في محافظة عدن وخلال زيار السمع الوردي من رئيس المؤسسة هشام أحمد إلى نفذة عن أعمال المؤسسة التي تعتبر أول مؤسسة للأطراف الصناعية في عدن والتي تقدم خدماتها بجودة عالية تضاهي الجودة العالمية وأشار هشام أحمد أن العمل في المؤسسة يتطلب جهدا نوعيا أكبر وخاصة في مواكبة المنتج الجديد والتقنية الحديثة لخدمة شريحة من المجتمع وتعاني الإعاقة وأكد أن المؤسسة تمتلك الرؤية وسمو الهدف كون الفريق المؤسس لها كادر وطني مؤهل ومتخصص ويضع نصب عينه الجودة والدقة والأمل والمساعدة قبل الربح بدوره شكر رئيس الغرفة الصناعية والتجارية حسين الوردي كل الجهود التي تبدلها قيادة المؤسسة وكادرها في خدمة المعاقين بمختلف أنواع إعاقتهم وأكد أن مثل هكذا مؤسسات نوعية تخدم شريحة المعاقين يجب الاهتمام بها وتشجيعها وتسهيل أنشطتها والبحث معها عن شراكة حقيقية تفضي إلى توسيع خدمتها وتوسيع نشاطها لتصل إلى أبعد مدى في هذا المجال انتهت النشر المحلية لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة